ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله للجدل غضب المغرب من جديد بتطاولها على كلام الله ويرى عدد من النشط على مواقع تواصل الاجتماعي أن ما أقدمت عليه الملقبة بمينة عما فيه مس وخدش لمشاعر المسلمين كما شددوا على أن المعنية بالأمر تجرأت بفعلها وحرفت القرآن أمام الملأة ودعا رواد منصات التواصل السلطات القضائية المختصة إلى التدخل لوضع حد للاستفزازات المتتالية التي تستهدف بها هذه السيدة النشطة على اليوتيوب مشاعر المغرب